السلام عليكم ورحمة الله متل حوالي اشترككم احبابنا اليوم نحكو شوية على المون داداري هذو اللي خرجوهم على زيتوت و هشام عبود و امير ديزاد فيما يخص ان هم يقولوا خطابات ان هم يديروا اعمال ارهابية كما نقول احنا اعمال ارهابية انك تزل على الجبل و تقتل بوليس اكسترا كان بزاف انواع من اعمال ارهابية امام الخطابات يعتبروا اعمال ارهابية تدير خطابات مش مليحة كما مخابرات ارهابية هذا شي خطر و المخابرات هي القلب بتاع الجزائر هذو بالخطابة تاو احنا حاولوا باش يكسروا الثقة يحطموا الثقة بين الشعب والجيش بين الشعب والابوليس بين الشعب والجندارم اذا لحقنا الدراجة هذي خلاص الجزائر راحت يقول الشعب في جهة ولا بوليس في جهة والجندارم في جهة والعسكر في جهة وخلاص والشعب يعدك ذاك مقهور وفقير ومضطهد وطل حياته و هذا شي خطر و هذا الناس اللي هتشجع عليه هم هذو هذا راحت يديره في خطابات ارهابية كيف انت يا محمد تقول المخابرات الجزائرية ارهابية مخابرات الجزائرية ارهابية هذا شي كلام كبير وصعيب ومش مليح كلام كبير مخابرة تعالى مش ارهابية الحمد لله انا يا بكري درت فيها فيديوات قبل ما تصار الحادثة هذي قبل ما يخرجوا بالشعارة تعالى مخابرات ارهابية انا كنت ندافع الدياراس بشهر بشهر بشهرين كنت ندافع الدياراس على خلط نزار على التوفيق اكسترا لانها مرجع الاسطابيليتي الجزائر في التسعينات لانها الجزائر حتولي كما فغانستان الواقع ما نقدبوش على بعضها الواقع علي عاش تسعينات يقول الكلام يقول الجزائر ورا كنت رايحة كسيقراس الدياراس تعالى الخدمة الجبارة وانفلتراسيون وانفلتراسيون تعالى مخابرات تعالى نسحها بشهرين جزائر وجوه هذي العبات يقولك مخابرات ارهابية داير هما الكلام التي عم هما يديرهم يديروا في خطابات خطابات ارهابية خطابات ارهابية ما معناته يشجعوا في الشعب يجديروا التسعيد انا اسمع ذاك نار الزيتط يحكي 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 قال له اذا ممكن توصل الدرجة لازم تكونوا فيها التضحيات لازم يموت فيها الناس لازم يموتوا هكذا ولا غير قلعة وهذا الشي خطير احنا ما نشوف منش باغي ان نوصل الدرجة هذة لانه هدم الغباء لازم نتفاهمه بطريقة سلمية نتفاهمه بطريقة نتفاهمه بطريقة نتفاهمه بين الشعب والجيش باش ننظفه داير الدولار ها بدهت تنظف وجامل صارت في التاريخ انها مؤسسة عسكرية مؤسسة عسكرية بدهت دخل الجنيرال هده بزاف دخلتهم الحبس اللي اختلصوا وصرقوا وين صارت في التاريخ الجزائر جامل صارت غير في هذا العوام الصارت لانه هذا الدليل ان الجزائر راه تصقم وانتمنى الشي هذا يتوشيق على المؤسسات الجزائرية مام الدينية مام الايمة في الجوامع لازم يشوفوا الايمة المختلسين ومجاهدين المختلسين ووزار المجاهدين هناك كل الميادين مام في التعليم لا نشفلها فى التعليم هنا فى التعليم في البناء في التعليم كان اختلاصات كبيرة وسرقة كبيرة لازم يعود يحلوا الضاصية التوحم ويركيبريونة درام لسرقها إذن هنالين نتمنى وديجا أول مؤسسة بدأت بالتنظيف هي المؤسسة العسكرية وأحسن مؤسسة بدأت تنظف ودخلت جنرالات بزاف الحبس هي الجيش معنات هذا الدليل أن الجزائر في طريق تحسن وراها تمشي بالعقل بالعقل لازم أن نوقفوش المصار هذا بخطابات إرهابية هنالين شوف هاد الناس رام يديروا في خطابات إرهابية مو مش يديروا في خطابات لبناء الجزائر مهمش فايقين رواحه مو ش رام يقوله رام يقوله في كلام ممكن يؤدي الجزائر للتعلق إلى حرب أهلية خطاب شمو معنا باله مش بالنتجة الشعب هو يخرج يقول لك مخابرات إرهابية مخابرات إرهابية السيد ذاك كان قاعد يتكيف ومش عارف ولا يحكي مع صعب ومجهة الحراك يخرج يمشي فيه مخابرات إرهابية مخابرات إرهابية معنا باله شقعش راي يقول هذك الشاب لأنه لأنه ضحية كما الضحايا هذا هذو ضحايا هما ضحايا خطابات تعليب الحاش تعالى التسعينات خطابات تعليب الحاش هما خطابات إرهابية ولكن الخطابات تعالى الناس هذو أصعب بالخطابات تعليب الحاش تعالى هذا الوقت هذو رام خطابة تعالى أصعب بالخطابة تعليب الحاش ورح نيهر كل جزائر لأنه بكري عليبوك تعليب الحاش كانت بينها كان الفيس وكان النظام وكان جمعهم الشعب اللي يتابعين الفيس من هذور عم يحاوس يخلطوا قاع الإيديولوجيات في نفس الطبق وقاع يحاوسوا يردوا قاع الإيديولوجيات بالفافاس بالفيس بالإسلاميين بالهكذا بالعلمانيين اكسترا قاع يقولوا مخابرات إرهابية هذا واش لاحظنا طلبة في المجتمع اللي خرجوا في الحراك من كل الفروع من كل مستويات من كل إيديولوجيات يقولوا مخابرات إرهابية وهذا الشي خطير وهذا النجح اللي يوصلوا لدراجة هذه سي بوركوا أنا يا نيكلاسي الخطابات عن الناس كخطابات إرهابية لأنه والوقت تعالفيس علي بالحاج كانوا خطابات إرهابية بصح درجة قليلة على هذا شوفوا الضحايا اللي درم علي بالحاج هذا العزائج مساكن والشيوخة كانوا ديجان هذا الشيوخة هذا كان عمره 40 وهذه ملاد في الخمسينات ملاد في الربعينات مساكن كانوا قاضي نسوالهم الدولهم وليداتهم عشوهم مساكن من 98 وهم يجوا يقعدوا هنا كبروا كبروا كانوا صغار من اللي كانوا في الخمسينات في الربعينات وكلا حكوا حتى السبعينات يجوا باش يوروا تصاور تعالوا أولادهم يحوسوا أولادهم مفقودين مساكن الكبدة بينصير حوسوا يشوفوا أولادهم لأنهم أولادهم كانوا ضحايا تعال خطابات تعالي بالحاج هاي وراها إذن هذو أنا نقول لهم أجمع ما تدون لاش نفس التهلكة ولا كثر نقولوا كما كما سوريا وليبيا إكسترا مخابرة إرهابية عيب مخابرة تعنا ما هيش إرهابية الشي اللي داروا خل بنزار والتوفيق إكسترا رجعت لأستابيليتي هنا لازم نرجع الثقة بين الجيش والشعب ونبنوا الجزائر وندخلوا الجماعة اللي اختلصت هذه واللي سرقت ندخلوا هالحباس إن شاء الله مزال يزيد يكمل المنجل ويكملوا ودخلوا الناس هذو اللي سرقت لأحباس هذه هي الحكاية ومخابرة تعنا مش مخابرة إرهابية فقروا أحكم فقروا أحكم لأن الخطابات تعكم خطابات مغربها خطابات خطيرة وخطابات إرهابية هذه هي إذن تحية الجزائر تحية الجيش والله يرحم القاية السالح القاية السالح كان قوي ودير حجم لحها قاية السالح بالخطابات تاو زيتوت كان يدير في خطابات والقاية السالح يدير في خطابات زيتوت يدير خطابات قاية السالح يدير خطابات وش كل يغلب فلافان غلب بزيتوت الشعب حبس والحرك تقريبا حبس ودرنا رئيس ومشت الجزائر السلام عليكم ورحمة الله